لعبت الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية دوراً كبيراً في التوعية التي تعتبر محوراً رئيسياً في مواجهة فيروس كورونا من خلال شراكاتها الفاعلة عن إعلام والصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي وأيضاً ابتكار الأسليم الأكثر فعالية جهود كبيرة تقوم بها كوادرنا في الصفوف الأمامية ما كان لنا أن نعرفها لو لم تنقلها عدسة الكاميرا أو جاء ذكرها بقلم كاتب فضمن منظومة متكاملة من الأداء لمختلف إدارات وزارة الداخلية تعمل الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بتسخير كافة أدواتها الإخبارية وقدراتها المتميزة في إيصال المعلومة الصحيحة واستمرار التواصل مع المواطنين والمقيمين لإطلاعهم وتثقيفهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإلى جانب رسائله في جميع وسائل الإعلام حرص الإعلام الأمني على ضمان وصول الرسائل الإعلامية بشكل أكثر وضوحاً وسرعة للعمالة الوافدة عبر تطويع التكنولوجيا وابتكار أسلوب توعوي فاعل من خلال الطائرات المسيرة محترم كارکن، اپنی حفاظت کے لئے بازاروں، پبلک، مقامات وردوسروں کے ساتھ ہمیشہ کم از کم ڈیڑ میٹر کی دوری رکھیں اور بیڑ والے علاقوں اور جگہوں میں جانے سے گریز کریں اپنی رحاج گاؤں میں سیفتی ہدایت کا ہمیشہ خیال رکھیں اور ان پر عمل کریں اور خلاف ورزی کے بارے میں ریپورٹ کریں آپ کی حفاظت، آپ کی ذمہ داری ہے مرکز الاعلام الامنی يعمل على مدار الساعة من اجل توصیل الرسالة الاعلامی الامنی بشكل دقيق وسریع في كل الظروف ومع هذه الاوضاع الاستثنائی ومواكبة للجهود الوطنی للتصدی لفيروس كورونا تأتي رسائل اعلام الامنی المتنوعة المبنی على التواصل الفعال مع المواطنین والمقيمین عبر وسائل اعلام التقليدی و الحديثة لتؤكد على التوعی وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازی لمكافحات هذا الوباء بالاضافة لدوره في نقل الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية ومواجهة الشائعات يقوم المركز الاعلامی برصد احدث الابتکارات والاجراءات المتعلقة بفيروس كورونا والحد من انتشاره وتحليل ودراسة كافة المعلومات واعداد آليات الرد والتعامل مع المتغيرات لتكون دائما يد العون في سلامة المجتمع والوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر